توجه سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 إلى مدينة بون الألمانية للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومن المقرر يقوم شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل كما سالتقي عددا من كبار المسؤولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي بجانب ممثلي مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية فضلا عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المؤتمدين لدى الاتفاقية